السلام عليكم أحبائي اليوم إن شاء الله سنجيب عن أسئلة نص القراءة قاهرة الجبال صبحة ومئة وستة من كتاب المنير في اللغة العربية السؤال الأول يقول أضيف أوصافا مناسبة لكلمة الجبال الجبال الشامخة المنحدرة الشاهقة المرتفعة السؤال الثالث يقول أملأ الجدول حسب المطلوب ما شجع بشرة على تسلق الجبال والصعوبات التي واجهتها إذن ما شجع بشرة على تسلق الجبال تنظيم المخيم لرحلات إلى الجبل بحيث أنها كانت مع المخيمين كانت تمشي مع المخيمين على الأقدام وعيد تنظيم المخيم لرحلات إلى الجبل بحيث أنها كانت تمشي مع المخيمين على الأقدام ثانيا اكتشافها لجمال الطبيعة وسحرها جعلها تسمم على خوض مغامرة تسلق الجبال الصعبة والشهقة الصعوبات التي واجهتها قساوة المناخ بما في ذلك البرد الشديد والعواصف وانخفاض درجات الحرارة بشكل مخيف ادخل البرنامج الذي اتبعته بشرة كي تكون قادرة على تسلق الجبال عزمها على الرياضة لمدة ساعتين كالمشي والسباحة والركض ورفع الأتقال سؤال خميس يقول استخرج من النص العبارة الدلة على التحدي والمغامرة الانتصار والنجاح أولا التحدي والمغامرة تتدرب يوميا مدة ساعتين في رياضات متنوعة صبرها على تحدي السعاب حاجتها إلى دعم معنوي ومادي مقاومتها لقساوة المناخ واعترافها بأن تسلق الجبال ليس بالأمر السهل الانتصار والنجاح نشر ثقافة الرياضة الجبلية بين الشباب المغربي تأسيسها لجمعية حلمها تحقق وتسلقت أعالي الجبال في كل قارة ورفعت أعلم المغربي عاليا السؤال سادس يقول أبين انطلاقا من النص الخصائص الضرورية لممارسة رياضة تسلق الجبال الخصائص الضرورية لممارسة رياضة تسلق الجبال العزيمة والإصرار على بنوغ الهدف قدرة تحمل قساوة المناخ الدعم المادي والمعنوي التحلي بالصبر ممارسة الرياضة المختلفة كالمشي والسباحة والركض ورفع الأتقال التحلي بالشجاعة والإرادة القوية عدم الاستسلام للفشل وجعل الهدف نصبع عيني الجميع السؤال السابع يقول ألخص أفكار النص في بضعة أسطر بشرى ببانو إنسانة مهوسة بتسلق الجبال فجمال الطبيعة وسحرها واكتشافها لعدمة الجبال وحبها لتسلقها جعلها تعزم على وصول المراد وتحدي الصعاب بما في ذلك قساوة المناخ وحاجتها لدعم مادي ومعنوي فكانت تتريد يومياً وكل يوم يمر إلا وتسر على النجاح وتكسر كل الصعوبات التي تواجهها إلى أن تحقق حلمها وقهرت كل جبال إفريقيا وأوروبا وروسيا والأرجنتين وألاسكا والقطب الجنوبي المتجمد وقمة إيفرست وغيرها إلى أن تسلقت أعلى الجبال في كل قارة ورفعت راية المغربية عالياً خفاقة وشامخة وهذا كله جعلها تنشر تقافة الرياضة الجبلية بين الشباب المغربي عموماً والفتيات خصوصاً كما أنها شجعت بعضاً من الرياضات البيئية وكانت رسالتها هي أن الحلم لا يتحقق إلا بالإرادة القوية ولا للاستسلام بشتى أنواعه سؤال ثامن يقول أذكر رياضة بيئية أخرى كرياضة تسلق الجبال الرياضات البيئية الأخرى هي ركوب الدراجات الهوائية رياضة الماشي والعدو الريفي لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على زر الجلس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء وإلى حصة أخرى بحول الله